لم يمنعه القدر من الشموخ ولم تحرمه صرخات الألم من إيصال صوته لعشاقه فغنى الحب والإحساس والغربة بحنجرته الحنينة ورسم لوحة ألوانها الحب والحنان وهو صديق وفي لمن يحبه من بغداد بدأت بطولاته حيث جمع بين الرجولة والإحساس فكان المحارب الصندد الذي فد الوطن بأغلى ما يملك وقدم الكثير للفن من وجدانه وإحساسه الراقي إنه إسماعيل حسين الفروتشي أيها ال sparkle ويسعي إنه هناك لحيات خلوة طبعا قلبي يوم عن حبك سل جبت قلبي اعتذر بسمالي أنا يا بسمين اسماعيل الفروشي في بغدان عام 1964 وتخرج من كلية الفنون الجميلة قسم الموسيقى وبدأ مشواره الفني عام 1989 حيث قدم مجموعة من الأغاني المميزة التي لاقت صدا واسعا لدى الجمهور العراقي مثل أغنية يبنية وولا حب بيشوالا ويا قلبي مع فرقة الموسيقى الرائد جورج حتى بلغ النجومية عام 1990 عبر ألبوم دوس على قلبك الذي شهد نجاحه الأول وكان بمثابة نقطة الانطلاق الحقيقية نحو آفاق النجومية يا مقطع من أغنية ذكرك الشاطس وين يعني داب المينة طلعة فش هينك أغنية صيات السينة صديقين ويبشي صفر 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 فقد الفنان اسماعيل الفروتشي عام 1991 ساقه اليمنى أثناء مشاركته في حرب الخليج الأولى ولكنه بالرغم من الوضع القاسي الذي ألم به استطاع مواصلة مشواره الإبداعي الذي كان قد بدأه منذ سنوات بإصرار وطموح وعزمة غير متناهية وكان لنجاحاته المتتالية الدافع الكبير لمواصلة المشوار الفني بثقة متجددة وإبداع متواصل تذكري وانشن لحظة من فارق بعضنا هس شوفي وانصر لك أذكرت لا تذكري موسيقى أدري اسماعيل احنا الثاني سبشان صيدة ونرجعه 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 هسا أقول لك ليش ليش أنا أجي الصيد بس أستمتع بالصيد ونرجعها بس إذا لدي أكل سمج أروح أسوق أشتري من السمج ينظفوا ليها يرتبوا ليها والله يمين أن يخلوا يأخذ السمجين ينظفوا هاي أحسن شيء قدم النجم ألبومه الثاني لجمهوره عام 1992 والذي حمل عنوان حيرة وبما تميز به هذا الألبوم من أغاني جميلة وراقية كان لها صدا كبير في مئذن المستمع العراقي حيث توالت الأعمال الجميلة والناجحة مثل ألبوم حبيبتي انتوباس واشمعنا انتي ويا الحبيبة وقسمه نصيب وخمرة الحب حتى ألبومه الأخير الذي أصدره من كندا بعنوان تذكري وتوجت هذه الأعمال بالحضور الفعال القوي من خلال شاشات التلفزة عبر الكليبات والأغاني المصورة بشكل جميل ومميز قضيها عن حبنا المسكين ليه ازدربالك ها؟ لا مرمز اي 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 شو لا ننشد هاي تاني واحدة اليوم اسمعين ها شو رعن ي سيبيه هاي هاي ميكطع عليعزواي اتنعتهم ما هاي تذكر المشتق حلم دنيا حلوة حبتي لنا بلحظة ضيانة حلمنا وضع كل صبر السنين بالذكرين اشكت حلمنا دنيا حلوة حبتي لنا بلحظة ضيانة حلمنا وضع كل صبر السنين بالذكرين منه الألام الزمن يا امتيال لانكسرشي للنفال شوف اسماعيل راوينها تلقى اسماعيل الفروتشي دعوات للمشاركة في مهرجنات عراقية وعربية عديدة وحقق حضور مميزا في جميع اطلالاته كما ساهم باحياء حفلات ناجحة في البلدان العربية والاجنبية وحصل على القاب وجوائز عديدة والتي كان ابرزها في يوم تكريم الفنان العراقي الكبير ناظم الغزالي حيث اعتبر الفروتشي الحالة الغزالية الثانية لهذا الصديق والنجم الذي يعيش بيننا نقول امنياتنا لك بالنجاح والصحة والعافية وادامك الله لنا صديقا ونجما وفيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة